أهلا بحضراتكم من جديد ومن راحب بضيفنا للمرة الثانية الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة الطائرة أهلا بك يا كابتن للمرة الثانية ويمكن حوارنا يعني عايزين نبرز المشاكل طبعا لقابت حضرتك وزيات غلبت عليها يمكن من أبرز هذه المشاكل هي أزمة كورونا وعودة النشاط وحداك كنت من أوائل اتحادات لم يكن أولها على الإطلاق خدت قرار بالعودة مش كده بس وتشكيل المنتخبات واللعيبة كلمنا عن الكرصة يا كابتن هي الحقيقة إحنا لما اجتماعنا تقول لك اللجنة ما شاء الله كلها كانت نتفقين على الرأي واحد بس إحنا جايين نصلح نصلح يعني إيه يعني لازم نوسم يكمل والمصلحة مين مستحت بانتنا وولادنا في حاجة اسمها الحافز الرياضي الحافز الرياضي ده لو ما لعبوهوش ما بيخدوهوش ففكرنا إن إحنا هنعمل وصدفتنا مشكلة جمدة جدا لكابتن هايسي طبعا تعالف راجل الرياض وعارف إن الولاد هغرى السنوية عامة وحيدخلوا فترة إعداد بسيطة أوي ويلعبوا المباريات فكان فيه أندية معترضة بس أندية معترضة دي ملهاش في الحافز الرياضي يعني فاللجنة عندنا صممت أنه لازم هنعمل حافز الرياضي وبالإعداد الفترة أيلة علشان كل واحد ياخد نصيبه في الدرجات اللي هي ممكن تساعده بعد الموجود ده كله طول سنة تروح منه درجات فعملناها الحمد لله وكملناها أول اتحاد خاد قرار بعودة أنا فاكر يمكن في شهر سبعة كان الناشئين والناشئات بلعبوا وده كان إنجاز كبير جدا وكمان المنتخبات أيضا يا لحاديك دلوقتي تشكيل منتخبات التجميع المنتخبات برضو كلمنا عن القصة دي برضو لأن منتخب مصر هو الهدف الأكبر لنا كلنا بالضبط بس إذا كمل بس حكاية تكملت الموسم فإحنا أنا ما بنعملش حاجة تلقائية كده إحنا جمعنا كل الأندية وأخذنا قراءهم بس القرار كان قرار لجنة أخذنا قراءهم فيه طبعا زي ما حضرتك عارف ناس قالت لأ مش هنلعب ومش هندرين وناس قالت لأ مش مستعدين وناس قالت لأ مش مستعدين وناس قالت لأ نعم فإحنا أخذنا قرار من مصلحة اللعبة إن لازم الدولة والكاس يكمل خلينا قف على ديها كابتن حداك جماعت الأندية مش عشان ياخدوا القرار عشان تسمع منهم بس طبعا وحدك اللي خدت القرار واللي كان مصلحة القرار أو القرار المصلحة العامة هو استئناف النشاط يعني أعدك مع الأندية عشان فيه اتحادات أخرى عملت عكس كده أعدت مع الأندية عشان هم اللي ياخدوا القرار لأ إحنا أعدنا عشان نسترشد بقراءهم وقراتهم يمكن حاجة غايب عندي والقرار الصح بالضبط والقرار الصح اللي هم بيقولوه مشي وبعد كده ما عليش حصلت برضو حاجة أن إحنا لما بدأنا نعمل الليحة تغيرت فيها فإحنا جمعنا خبراء اللي عبت الكرة الطيرة في مؤتمر وعادنا معاهم في الأستاذ وأخذنا أراءهم برضو وأنا فاهمتهم يا جماعة دي أراءكوا على عيننا ورصنا لكن القرار قرار التحاد قرار اللاجنة المؤقتة وقد كان الحمد لله يعني شبه اتفاق والله على القرارات والأحاجات اللي هي طالما اللغة المصلحة مش هتلاق اختلاف بالضبط هي بس لنا لمصلحة لعبة مصنعش لمصلحة أشخاص صحيح خارص حضرتك يمكن حنيجي لموضوع الليجان كمان شوي حب أشرح لك بالضبط إيه اللي حصلت في الليجان والكلام اللي حصل لا منتخبات وقفة وأندية وقفة وكل حاجة وقفة طب أنا خلي الليجان ليه مرتبتهم خمسين ألف جنيه في الشهر فبالتالي حالت كل الليجان للأسف بقى وجهته بحرب ضارئة ليه انت مشيت موظفين والدولة دي أنها تمشي بموظفين موظفين إيه يا جماعة دي لجان اتحاد من حقه يعين لجان ويشير لجان الليجان دي عشان إيه عشان نشاط طب هو ذاته ما فيش نشاط يبقى أنا أخليهم ليه عبقى على زينة الاتحاد بالضبط كده كان كم لجنة عند حددك كان فيه حوالي خمس لجان خمس لجان أو أربع لجان يعني الحمد لله ما تحلوا كلهم والحمد لله ما فهم شوالا موظف بس الأسف طبعا برضو يعني حصل مشاكل شوية مع يعني لجنة المنبيا قالت نحنا فيه موظفين لا رحنا وعملنا جلسة استماع ووضحنا وجبت أوراق ما فيش موظف واحد خرج برا وده حق أصير لرئيس الاتحاد واللجنة طبعا بزبط إن هي بتدير اللجنة وبتدير الاتحاد من وجهة نظرة إدارية بزبط إنما أي موظف متعين على قوة الاتحاد حددك ما تسانيتش عنه ووضحتمه طبعا حددك أكيد هيقابل ده أكيد بطيار شديد ده حددك أكيد طبعا وده الله حصل بس الحمد لله إحنا صمدنا وما سمعناش كلام حد إحنا كنا مشيين في القرار اللي بناخده الحمد لله كنش بين رجع فيه وقرار لو كان غير سليم كان اعترضت عليه الوزارة واللجنة الممبية لكن الحمد لله إحنا أغلب قراراتنا الحمد لله ما كانش فيه اعتراضات وكل 230 كل المجالس الأدارة كلها اعتمدت من اللجنة الممبية اعتمدت من الوزارة الحمد لله طبعا في شوية حاجات بيبقى فيه تعليقات طبعا لازم أي عمل عام في كده بالضبط